إلى جماعة، هذا هو أبسط تعريف لها ليست برنامجاً فكرياً من الممكن أن تجد قومي لبرالي ومن الممكن أن تجد قومي متدين أو قومي رجعي أو قومي فاشي أو قومي عنصري فالقومية هي علاقة انتماء لجماعة والجماعة بالتحديد هذه جاءت لتعوض من حلال الجماعات ما نسميها جماعات وجه لوجه جماعة فيس تو فيس اللي هي الجماعات التي كانت أساس الانتماء في عصر ما قبل العصر الحديث في العصور الوسطى في أوروبا وحتى في مرحلة في مرحلات القرن السابع عشر مثلاً وما قبله في القرن الثامن عشر وما قبله في الدولة العثمانية يعني الجماعات في معظم الدول في قبل القرن نقول الثامن عشر لم يكن أساسها هو القومية القومية هي اختراح حديث ما كان أساسها هي مجموعة من الانتماءات المباشرة وكان الأكلروس أو رجال الدين طبقة الأكلروس ورجال الدين في الإمبراطورية في دول أوروبا في أوروبا هي الوسيط ما بين الناس وكانت الجماعات هي جماعات صغيرة وأغلبها قائمة على وجه الوجه إثنيات وطوائف وفي الإمبراطورية العثمانية طبعاً الملل كان هذا نوع لما انهارت هذه الطوائف بدخول الثورة العلمية والتعليم الحديث لما انهارت أصبح من المهم إيجاد رابطة مشتركة أوسع ما بين مجموعة من الناس وظهرت القومية كتعويض جماعة متخيلة تعويض عن الجماعات